وينضم إلينا مشاهدين من أربيل المستشار السياسي لبرلماني إقليمي كردستان محمود خوشنو سيد محمود أهلا بك شكرا جزيلا لوجودك معنا في نشرتنا هذه كيف تعلق على قرار المحكمة الاتحادية بخصوص مجالس محافظات الإقليم القرار يقول بأن هذه المجالس انتهى مفعولها بانتهاء المهلة الانتخابية بدأنا دعني أحييك ساذة محمد ومشاهد الحرة كان من المتوقع أن يكون للمحكمة الاتحادية القرار بهذا الاتجاه لأن هناك سابقة قضائية للمحكمة بقرارها بعدم دستورية تمديد الدورة الخامسة لبرلمان الإقليم وبما أن برلمان الإقليم كردستان هي مؤسسة منتخبة أو مجلس منتخب أعلى سلطة من مجالس المحافظات وأوسع صلاحيات بما أن المحكمة قررت بعدم دستورية تمديد الدورة الخامسة كان متوقعا بأن المحكمة ستستجيب لهذه الدعوة وتقرر بعدم دستورية الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات في الإقليم بما أن المادة 94 أيضا من الدستور تفرض على جميع السلطات الالتزام بقرارة المحكمة الاتحادية باعتبارها قرارات باتة وملزمة وقطعية وغير قابلة للطعن لذلك لا خيار أمام السلطات سوى أن نصياع لقرار المحكمة الاتحادية وهناك كما أسلفت بداية حواري بأن هناك سابقة قضائية بهذا الاتجاه ولا يريدون أن يكون في العراق هناك مرة أخرى عرفا انتخابيا عرفا سياسيا بتمديد عمل مجالس المنتخبة لذلك أنا باعتقادي على هذه المجالس المنتخبة التي تم البدد بعدم دستوريتها أن تذهب إلى صيغ أخرى لتفادي هذه الإجراءات عموما هناك قضية أخرى يجب أن ننظر إليها بأكثر حرصا وهي حيثيات القرار لحد الآن لم ينشر حيثيات وجزئيات قرار المحكمة الاتحادية لكن وفق معلوماتي بأن محافظة أربيل ومحافظة دهوك تم انتخاب محافظيهم بعد قرار التمديد أي بعد تعديل القانون رقم 3 لسنة 2009 وفق قانون رقم 2 لسنة 2019 المعدل لذلك ذهبوا إلى انتخاب المحافظين باستناد إلى القانون المعدل استثناء محافظة سليمان التي كان يزاول محافظه منذ اللحظات الأولى لذلك بما أن تم بعدم دستورية التمديد كباكيج واحد وكسلة واحدة سيكون هناك أيضا قضية متعلقة بعدم دستورية وجود المحافظة لذلك هذين قضيتين مهمتين جدا لأن الطعن بمجمل التعديل وهذا بحد ذاته سيؤثر على أداء عمل مجالس المحافظة المحلية وبالمناسبة استاذ محمد ذات تسمح لي لا نستطيع أن نذهب إلى تفعيل هذا المجالس المحافظة لأن برلمان إقليم كل سنة أيضا غير موجود وهذا بحد ذاته نقطة مهمة جدا لا نستطيع تعديل القانون لا نستطيع توفيض أحد الجهات بإجراء الانتخابات لذلك لا مجال لمجالس المحافظات ولا وسيلة لتفعيل مجالس المحافظة إلا بعد انتخابات برلمان الإقليم أي الدولة السادسة لبرلمان إقليم كردستان ومن ثم توفيض الجهات الرسمية بإجراء الانتخابات المحلية كيف تعلق على ما قاله محافظة أربيل من أن فراغا إداريا سيحصل في أربيل أو في المحافظات الكردستانية الأخرى هل هناك تصور لكيفية التصرف بصلاحيات هذه المجالس هل هناك مادة قانونية ماذا سيحصل بعد هذا القرار يعني كما أسلفت بأن هناك جهة تشريعية وهناك جهة تنفيذية في مجلس المحافظة يعني المحافظ يمثل الجهة التنفيذية ومجلس المحافظة تمثل الجهة التشريعية نوعا ما إن صاح التعبير للحكومة المحلية في المحافظات لكن قرار المحكمة الاتحادية كما أسلفت العودة إلى جزئياتها وحتى إنما نعود إلى جزئياتها حسب معلوماتي بأن فعلا ستدخلهم إلى فراغ قانوني وفراغ دستوري وحتى حكومة الإقليم أستاذ محمد نحن في الإقليم نمر بمرحلة قانونية دستورية سياسية محرجة لذلك نحتاج إلى ضبط إيقاع المؤسسات المنتخبة وإعادة بلورة مفاهيم الدستورية في برلمان الإقليم في الحكومة في رئاسة الإقليم في مجالس المحلية المنتخبة للحكومات المحلية للمحافظات لذلك نحتاج إلى ضبط إيقاع هذه المجالس من خلال الانتخابات التشريعية والانتخابات المحلية وهذا لا يتم سوى بانتخابات الدورة السادسة لبرلمان الإقليم يعني الحلقة المفقودة الآن في إعطاء الشرعي للمؤسسات الدستورية في الإقليم هي إجراء انتخابات الدورة السادسة نعم كيف تجري عملية الأعداد للانتخابات البرلمانية في الإقليم هل هناك من المشكلات؟ هل لا زال هناك جدل سياسي بين الأطراف الرئيسية في الإقليم؟ باختصار لو سمع طبعا تشريعيا وقانونيا تعلم بأن في 25 نشباط الموعد حسب ما حدده رئيس الإقليم لكن عمليا وفق الإجراءات وفق جدول الزمن العمليات المفوضية وفق دلالات السياسية والقضائية هناك مشاكل باعتبار المحكمة الاتحادية كان من المفترض أن تبت اليوم بالطعن الذي قدمت على قانون الانتخابات يعني هناك طعن قدمت أيضا لمحكمة الاتحادية بقانون الانتخابات رقم واحد لسنة 1992 المعدل وفي حال الطعن بهذا القانون سنعود إلى مرحلة أخرى في فراغ القانون والدستوري وربما نحتاج إلى غطاء سياسي سياسيا هناك فراغ سياسي أيضا في الإقليم لحد هذه اللحظة لم تنظم القوى السياسية في الإقليم إلى مسار واحد وإلى طريق واحد من أجل إجراء الانتخابات بطريقة مميزة على الأقل أن نتجاوز ونتخط هذه المرحلة من الفراغ القانوني والدستوري والسياسي أيضا نعم من أربيل المستشار السياسي لبرلماني أقليمي كردستان العراق شكرا جزيلا لك